انطلقت المبادرة البيئية لنظافة الأرصفة البحرية في 12 ميناء بحريا على البحر الأحمر والخليج العربي بالتزامن في وقت واحد هنا في جدة رافقت عدسة الإخبارية هؤلاء الأشبال المتطوعين من أبناء المحافظة الذين قاموا بتنظيف شواطئها وشكلوا رافدا آخر لنظافة المدينة حتى تحولت هذه المناظر المؤلمة التي لا تقبلها الفترة السليمة إلى مكان بهيج وجميل فعلا في تغيير جذري لحال الشاطئ الآن الشاطئ مهيئ تماما أول طبعا كان نقدر نقول ملوث بشكل كبير غيرنا هذا التغيير إن شاء الله حيحصل في كل مكان في فرابغ وفي طول وفي ضبا وفي جيزان ومنطقة الشرقية ودول خليج الكويت والبحرين وأبوظبي وفي نفس الساعة وفي نفس التوقيت وفي نفس الوقت وهدفنا واحد توقيت المجتمع لحافظة العلبية حرصا على سلامة المشاركين في فعاليات التنظيف الميداني فقد نظم القائمون على الحملة في بدايتها إجراءات السلامة والبقايا وزود المشاركين بأدوات خاصة لتنظيف الأرصفة البحرية كما تم نشر وحدات إسعافية وطواقم طبية تحسبا لأي حالة تستدعي ذلك عندنا طالب الموهوب لازم يتخرج من المدرسة وأقل شيء حصل على 500 ساعة عمل تطوعي فهذه الحملة وغيرها من الحملات والأعمال التطوعية تندرج ضمن برامج الإثراء وبرامج الرعاية الموية طبعا فيها أسماك الأسماك هذه إحنا بنا كلها فهذه كلها سيركل أو دورة كلها مترابطة مع بعض فلذلك إحنا طبعا بنساهم أول شيء في نظافة البيئة ثاني شيء طبعا لأنه إحنا حبينا الوطن فشغلت أن المساهمة هذه إحنا تحملنا الأشياء الكثير بس من أجل بيئتنا ومن أجل مدينة جدة تكون بالشكل الشيء أكيد فخورنا بالشبان السعوديين المتواجدين في مجتمعنا والذين قادوا المبادرة بمنهجية واحترافية وهذا ما عهدناه في هذه المبادرة البيئية فقد قامت الفرق المشاركة بتنظيف ميداني لبعض مواقع الأرصفة البحرية كمسابقة تنافسية وبمشاركة أكثر من 180 متطوع وتم تكريم الفرق الفائزة بجمع أكبر عدد من المخلفات على امتداد الأرصفة البحرية جهود بدأها هؤلاء الأشبال في المحافظة على نظافة البيئة ولسان حالهم يقول نحن سنصنع التغيير إن لم يصنعه غيرنا عبد الرحمن الزهراني الإخبارية جدة